نروح بقى الموضوع الالترس الحقيقة لان انا فلقت الحقيقة مش فلقت فوزعت اكتشفت مبارح ان او دايب اللي حتى طبعا لا استطيع ان انا اقول لك الايه الالترس عامل بيان ربطة الالترس عامل بيان معنى انه نهارده احنا عارفين في حكم قضائي بالغاية الربطة دي وقانون الرياضة لا غدا يعني اي حد بيتكلم بقول انا مكان ده ده بياخد عقوبة سج من سنة لتلس سنين وغرامة من مئة الف ادنين لتلس مئة الف ادنين مجرد بس ان ينتمل هذا ده ملغية بحكم قضائي وحكي لحضراتكم التفاصيل انما فكرة ان انا اتجرع واعمل بيان وبناشد وابقول احنا بقى احضراشر سنة مش لقين حد يقعد معنا نقعد مع مين منت احضراشر سنة وانت ضمرتوا لغاية ما بقالنا دلوقتي كم سنة سبع سنين ولا قدية دلوقتي ومش عارف نقعد تقعد معك ليه ما في كل حتة الرابط ديت والرابط دي لما خرجت عن النص فريق المدريد وهنا تتنسفت في لحظتها يجرؤ واحد في اي حتة في العالم ان يخرج عن النظام في اي مدرد الكرة يجرؤ مش حيشمها تاني مش حيخش الملعب المدرد تاني غير حيخش السجر هو احنا اللي عندنا الفوضى تعالوا بقى نشوف ايه الحكاية قانون الرياضة المادة التالتة بتقول ايه تتولى الجمعيات العمومية لللجنة الولمبية المصرية واللجنة البراملية المصرية والاندية الرياضية والاتحادات الرياضية واعضاء الجمعيات العمومية والاتحادات بوضع انظمتها الاساسية بما يتوافق مع الاساق الولمبي والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن على أن تتضمن هذه الأنظمة جميع القواعد والأحكام المنظمة لعملها وعلى هذا الأساس يكون تكوين وعلى الأخص تكوين الروابط الرياضية وتنظيم نشطها وطريق حالها وأحواله يبقى إذن النهاردة المادة التالتة في القانون بتاع القانون الرياضة الديد قانون الرياضة الديد نظم المسألة الديد وبعدين عندنا هنا ملاحظة حتى الآن يمتصدر أي قرارات أو لوائح مليات المعنية في هذا الشعر ما فيش أي حتى آلة إحنا عايزين نعمل ربطة رياضية ما فيش نادي ألا عايزة عمل ربطة ما فيش اتحاد ألا عايزة عمل ربطة إذن وفقا لقانون الرياضة الديد ما فيش حدا اسمها روابط رياضية عندنا أما يطلع بقى شباب وإحنا ربطة الألترسة هو كده بيخالف القانون بهذه المقولة ولما تير وسائل الإعلام تنشر أو تردد هذا هو بيساعد على أنشر أفكار لجمعها محظورة للأسف لو في ناس أي حالة بتنغمش في الدولة تعمل مشاكل في ناس بتأيدها وبتحرد عليها وبتزودها زي ما حصل في محمد محمود المادة التسعين من قانون الرياضة بتقول إيه عقب الحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن متين ألف جنيه كل من أنشأها أو نظم الروابط الرياضية بالمخالفة للنظم الأساسية للهيئات الرياضية خلاص قانون وش كده قال اللي بيعمل ده غرامة كذا وكذا تكون تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنين وغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تزيد عن تلتمائة ألف جنيه إذا باشر المنتمين إلى هذه الكينات غير المشروعة نشاطاً يعبن عن ولدها أو ينشر أفكارها بأي صورة كانت يعني أنا لهذا البيان اللي طلقوا ده لو فيه حد بقى لو نتكلمه بقى اللي بتقول إحنا عايزين حد مسؤول يقعد معنا وعايزين يتفاوض معنا خلاص لا ألترس الراسل في رأس الدولة ما هو طبيعي المسخرة اللي حصلت في السنين اللي فاتت والتراجع المهين اللي حصل في المواجهة هذه الظاهرة هو اللي أدل هذا الكلام يعني مجرد البتاع دي دعاكوبة دعاكوبة مجرد مجرد الكلام ده دعاكوبة حكم المادة تسعين يتم تطبيقه في حالة وجود دلائل لدى الهجهزة الأمنية أو بلاغات من الهجهات الرياضية المعنية أو غيرها بأنشاء أو تنظيم رابط رضي معنى النهاردة أن يطلع على الفيسبوك وعلى موقع يقول أصل ده الموقع بتاع ربطة الأرز الكلام ده كله المفروض النهاردة أن يتم البحث على طول ويشوف ميلي حاطة الكلام ده ويعقب بحكم القانون خلاص ده قولا واحدا القضية رقب 147 لسنة 2015 مستانة في الساعة للقاهرة اللي صدر حكم فيها في 16.05.2015 المحكمة قدت إيه في الحكم حذر دميع روابط الألترس على مستوى النمهرية ومن بينها ربطة الألترس ويت نايس لتعزى مالك وحذر دميع عنشطتها وعنشطت أي روابط تنتمي لها أو تنبسك عن هذه الروابط الحكم السابق ملزم لكافة أطراف الخصومة اللي رفعوا القضية دي بحذر طبعا الدولة لها في وزارة الشباب والرياضة اللي عندها قانون الرياضة والهيئات الرياضة والكلام ده أو لجنة اللمبية تحديدا دلوقتي بحذر أنشطة روابط الألترس وبصفة خاصة روابطة ألترس كما يمتد نطاق الحذر ليشمل أنشطة أي روابط تنتمي لروابط الألترس أو تنبسك عنها داخل الجمهورية أو خارجها وتلتزم جميع كل هذه التنفيذ هذا كلام إذن النهاردة لما يطلع بيان بيتكلم يقول احنا عايزين الرئيس الأب بيعفو عن الناس الممسكين الناس الممسكين في كلام بتاعهم في أول الكلام قالوا ده قلة وفي آخر الكلام قالوا ده لا لا ده طبض علم ظلم يعني بقول قلة احنا مش هنختلف كثيرا في هذه القلة ولا مش قلة ولا كلام ده كله كفاية دلوقتي احنا بقالنا دلوقتي من 2011 وإحنا مش عارفين نعمل مباراة بكرة وده في ضيحة بجماهير والمسألة أنا في رأيي سهلة جدا 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 الرواقب نهاردة اللي عايز يخرون على القانون هما بيخرونوا على القانون إمتى بتاع الألترززولات لما بيخشوا المدرق تلاتة أربعة تلاف المسئولية الفردية منتفية يبتدي يظهر صلوك الجمهرة اللي هو النهاردة يعمل أي حاجة والمسئولية مش هو أحلي ونشوف بقى زي ما حنشوف في الصور يضربوا شامريكو ممنوعة يكسروا وممنوعة يعملوا أي حاجة ولم تيدي تتكلم وانت زي ما نشرطة تتكلم أبشع الألفاظ وأقزر حاجة ولا حد عارف يأخذ لحق ولا باطل البعضين بيكلموا بقولوا إحنا النهاردة بتاع الألترز بقولوا إحنا الأمور الأهلي بتاعها هو الأمور الأهلي يكسر يكسر في النادي الأهلي هنا ده لما راح لمدينة ناصر اللي قدامنا دي ولقوا وتدريبه وبسببه مدرب الهولندي اللي كان مولود نيون ده ممشي هنا الصورة دي تتلقى الألترز محمد محمود في 2012 الصورة دي وقف شوية على الصورة دي وقف هنا بس وقف هنا على الصورة دي هنا في 2012 ومشتغل في مزارة السياسية اللي بقول لس إحنا بتاع النادي الأهلي ومش عارف إيه اللي بجه ده مشتغل في مزارة ضد الدولة وشي كده على طول أي أن كان بقى أنت عايز تخش الملعب وتحترم قوانين الملعب على دماغنا من فوق عايز تخش وتكسر وتعمل حتخش السير مفيش حدث ما احتواء دلوقتي المسألة انتهت أنا في هذا الموضوع أنا لما لتعملت الحادثة لبعد الماتش بتاع أفريقيا اللي كان الأهلي بيلعبه ده زي تقولي أنا لأمور الأهلي وتكسر حالات بسبعمائة وخمسين ألف اندخلت في الملون اللي نحي تفحى النادي الأهل مين قال لها السكلاب مين قال كده مين قال لك أنت راح تماتش كورة فبتشتم الدولة مين قال كده وتقول لي قلة أنا قلة يا عمي مسكتها يقول لي لا ده فيه ناس ما راحتش وتمسك لأنهم أدلهم محرضين وهم أدلهم كابوهات يا بكابات مش هيديش سرطة قف هنا بقى أنا عايز أقول موجود في السينة بيحميني وبيحميك في السن بتاعت بالضبط لو أنت الشرطة ولونت الجيش اللي أنت بتشوفهم دولة اللي حتشوف صورهم دولة دول بيحموني وبيحمينك وإنت بتكسر وبتحرق وبتخرب مش هي كده اللي في سنك دولة بيابنوا وبيعمروا شوف لينا بقى الحالات بيابنوا وعمروا في مصر في كل حتة في مصر دول اللونود اللي موجود شوف أنتوا التكسير اللي عملتوا الشباب ده وقف هنا على السورة دي الشباب اللي قدامك ده الشاب ده في سنك في سنك قاعد بيحمي بيقاد دوره في الخدمة الوطنية وإنت عملت كسر وتعمل ويدلعوا فيهيك وهشتكوا فيهيك وقل لك احتوى لا 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 خلص اللي إغلاء تتحاسب همش دولة قوات المسلحة مش دولة برضو 18-19-20 سنة لو سن حضرتك أنت عملت كسرلي وتحرقلي وتشتن في الدولة وكتر تعملت كسرلي وإحنا منش دعو بالنبي مش هما دولة اللي بيحموا مصر دولة مش هوا ده اللي بيواصل للليل بالنهار عشان يحمي مصر وإنت بتخرب في مصر شوفوا الصورة دي واريني صورة يا ابني تخريب حتشوفوا الصور فرق بين صورة الشباب ده اللي بيحمي مصر ده والتكسير والتخريب اللي انتم بتعملوه في مصر الفوضى خلصت أنا كتبت في الموضوع ده قلت خدعوك فقاله موسيقى